بعد الضجة الكبيرة التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب حملة فيسبوكية تدعو لضرب النساء المتبرجات في نهار رمضان ورميهم بحمض الأصيد تحركت النيابة العامة في العديد من الولايات ضد المحرضين وتم تحديد هوية أحد الفاعلين وتوقفه هي ملك للمجتمع ممثلة في وكيل الجمهورية ويمكن تحركها طبعا وفق المادة واحد من قانون الإجراءات المدانية والجزائية أنه تنص أن رجال القضاء ونيابة العامة يمكن لها تحرك الدعوة العمومية وعادة تكون تحرك بناء في هذا القضايا بناء على بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان للنيابة بعد ذلك تباشر دعوة العمومية ويكون الإجراء بسرعة فائقة الأفكار التي تم الترويج لها من طرف بعض الحسابات الفيسبوكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر أساسا على سلوكيات الجزائريين حيث يصنفه أهل الإختصاص فعل شاذ لا يقاس عليه أنا نقول بالليم الدينالو حجم أكثر من حجمه تصرف هذا الرجل ربما رح يكون شاذ ولا يكون مريض نفسيا ولا منقسوش عليه لأن تبقى الجزائر جزائر الاحترام جزائر وين المرة رح يتعيش فيها الحمد لله يعني في ظل قوانين تحميها وفي ظل رجال يحميوها إحنا من البلدان الوحيدة لتسن فيها قانون يجرم التحرش الجنسي ويجرم العنف ويجرم كل التعاملات لنتعاملوا بها مع النساء الغير سوية كل تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي سيتم تحريك الدعوة تلقائيا من طرف النيابة العامة وذلك بهدف حماية الشعب من بعض الأفكار الداخلة المتطرفة